تشدد أوروبي تجاه سياسة البولندية على خلفية التطرق إلى مدى محافظة السلطات في بولندا على الحريات العامة في إطار دولة القانون وفي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هذا الأربعاء المفوضية الأوروبية تجتمع بكامل أعضائها الثمانية والعشرين لبحث الأوضاع السياسية المستجدة في بولندا حيث وبعد انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي وخلافا لمعاهدة ليشبون الأوروبية اتخذت الحكومة الجديدة في بولندا سلسلة من القرارات المؤثرة في هيكلية الدولة كتعيين خمسة قضاط في المجلس الدستوري والسيطرة على وسائل الإعلام المجر قبل بولندا كانت قد أقرت بعض التعديلات الدستورية التي اتقدتها وعرضتها المفوضية الأوروبية لكن مواقف المفوضية لم تجعل حكومة فيكتور أوربان تغير من مواقفها المعارضة البولندية تتهم الحكومة بمحاولة تغيير النظام السياسي البولندي من أساسه مظاهرات عديدة جرت مؤخرا في بولندا المتظاهرون احتجوا بخاصة على قانون جديد يمنح الحكومة المحافظة إمكانية السيطرة على الإعلام الحكومي المفوضية الأوروبية قد لا تتخذ أي إجراءات هذا الأربعاء بحق وارسو قبل الحصول على تفسيرات إضافية